انطلق ماك روثفورد وهو فتن بريطاني بلجيكي يبلغ 16 عاما من بلغاريا في مغامرة يأمل أن يصبح خلالها أصغر طيار يكمل رحلة حول العالم على متن طائرة فائقة الخفة ويخطط روثفورد إلى التحليق في أجواء 30 دولة في أربع قرات خلال أقل من ثلاثة أشهر ولم تمنع الحرب في أوكرانيا هذا المغامر اليافع من الشروع في تحدي كانت شقيقته سبقته إليه عندما كانت في التاسعة عشر وهو يتحضر من عائلة طيارين ويسعى روثفورد الذي تعلم قيادة الطائرات الخفيفة منذ سن السابعة إلى تحتيم الرقم القياسي السابق الذي حققه البريطاني ترافيس لودلو البالغ ثمانية عشر عاماً السنة الفائتة وتعتبر هذه الفترة مثالية للانطلاق إذ إن الحر لا يزال ضمن معدلات مقبولة في إفريقيا كما أن التقصى سيكون مثالياً للعودة إلى نصف الكرة الشمالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة